بمدينة العيون تجري الاستعدادات على قدم وساخ لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير الأضاحة لزبناء وذلك في امتثال تام للتدابير والإجراءات الاحترازية المواكبة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجدة ووقفت أينفاند كاتخ بسوق المشي بالعيون الذي افتتح سنة 2019 على مساحة خمس هكتارات بقيمة مالية تقدر ب33 مليون درهم على الرواج المحتشم الذي يعرفه السوق قبل أيام معدودة من الاحتفال بهذه الشعيرة الدينية وعلى التدابير والإجراءات المواكبة التي اعتمدها المجلس الجماعي الذي يتطلع بمهام تدبير هذا المرفق كما لحظت مدى تقيد الكسابة بهذه التدابير التي أقرتها السلطات المعنية الحريصة على أن تمر هذه المناسبة في ظروف عادية وآمنة لسيما دليل الإجراءات الصحية الوقائية ضد كوفيد 19 الوجب تطبيقها بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1441 وانخرت الكسابة وعية في التدابير الإلزامية الرمية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا لسيما إجبارية وضع الكمامات والتعقيمة حيث أن كل أصناف الأكباش متوفرة في السوق من قبيل الصردي والبرقي وصردي الصحراء كما سيتم استقدام الأغنام من كل مناطق المملكة وكانت قد سطرت في وقت لاحق وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات دليلا تضمن مختلف المراحل التي تسلكها الأضحية بما في ذلك التدابير التنظيمية لضمان حسن سير الأسواق المشية الموجودة سلفا أو المستحدث مؤقتا لتخفيف الضغط في هذه المناسبة إلى جانب الممارسات الخاصة بممتهن الجزارة وغيرها من المهال الموسمية خلال فترة العيدة ترجمة نانسي قنقر